ضاقت به سبل زيادة الانتاج الرئيس الامريكي خارجيا فإذ به يتوجه داخليا أن خفض أسعار الوقود وفي التبرير للنداء العاجل يقول إنه وقت الحرب والمخاطر العالمية تلك هي أمريكا بايدن وقد أسقطت نفسها في فخ نصبت بنفسها وهي تؤلب العالم ضد روسيا ولا سيما الغرب الحليف لكنها جرت نفسها وغيرها إلى أزمة خانقة غاب الاستشراف ومؤسساته أو غيبهما صانع القرار المتهور في واشنطن فكان أن سلك مسلك الحسابات الخاطئة وكأنه يجهل ثقل موسكو الدولي وتحكمها في السوق الأوروبية ولطالما كان الحذر يسود استهداف روسيا فهي قوة عظمى طاقويا وعسكريا وتسلحا كما أن لها نفوذا دوليا متناميا وتربطها علاقات جيدة مع دول شتى ولأن إدارة بايدن تمادت في استفزاز روسيا فما كان إلا أن يتحرك الروس ردا على الأمريكيين كسرا للطوق الذي تريد فرضه عليهم واشنطن حدوديا فالحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى وتلك مقولة للمفكر الاستراتيجي الألماني كارل كلاوسفيتس تعكسها حرب دفع إليها تدهور العلاقات الغربية الروسية بسبب سياسة أمريكية متهورة تستخف بالتبعات الكارثية المحتملة واليوم يبدو الرئيس بايدن ساغرا في أعين مواطنيه بردود ساخرة وهو يستجدي أصحاب محطات الوقود وإن بنبرة إملاء عليهم من منبر التغريد تويتر فلا يستجاب للنداء ذاك فورا كما أراد فهل هكذا تدار القوة الاقتصادية العالمية الأولى بتغريدة لخفض أسعار وقود ألهبتها سياسة خارجية متهورة